الهزائم التي تعيشها أو يعيشها فريق الرجاء العالمي يمكن أن نلخصها في المحاور التالية المكتب المسير والانتدابات وهي فتح جمال لم يعطي أي صورة واضحة لنا فيما يخص الانتدابات وبما قام به خلال انتداباته الأخيرة الأخ السفري هو كذلك يتحمل هذه المسؤولية طبيب الفريق كذلك طبيب الفريق أعطاب أعطاب متتالية وفي الأفق لا شيء واضح يخص الأخ يوسف السفري من هذا المنبر نوجه له بعد التحية والسلام أيها الأخ الكريم رحيل قريدو تم في ظروف لا نقول غامضة بل ظروف تطرح هي الأخرى أكثر من سؤال ما هي الإصلاحات التي قمت بها الأخ السفري وما هي هذه المجموعة التي نراها كل مرة تائها وسط الميدان سؤال نوجه الأخ السفري نرجو منه أن يجيبنا عنه أو يخرج بأجوبة تشفي غليل تشفي غالير مناصر الرجاء وأخويا الهزائي من الفريق الرجاء الفيداوي كتحمل مسؤوليتها بدرجة الأولى المكتب المسير الفيداوي حيث المكتب المسير بقى ما عارف سراصوش نباغي منها تغير المدرب وغلط كبير مني صارحة مني بتبدل قاريدو على العقل كن يبقى السفري مثل الفانت سيزون وديك الساعة يكون خير وكنشوفو بعد اللعابة ما بقاش المرضوط دياله كيف ما كان فمتيني خصومها بطور جيمش ويلرد ومكتب المسير بالدرجة الأولى المكتب المسير هذا شيء يكي نقول من العفوز كي جيني أنا السبب ديالهزيمة المتتالية فريق الراجع هو المدرب جديد اللي يجاب هذا المدرب فمتيني يجابه وسط الفصل يعني وسط الموسم ديال الكورة مازال قاريدو دارو حد الأغلاط ما كانش عليه مجرر ولي ومعاد المدرب اللي يجابه باقي ما شيتش تشكيلة ديال تشكيلة رسمية كل مرة كي يجي دخل بفرقة رسمية كان دار غالاط في كاس ديال إفراء ديال الكافش مدخلش بالحليب صاب منتيني ما هوي صافي منتيني ما كنشوفو الراجع غادة غير الله 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 مشي الراجع اللي كانت لعبه في الكاف الموسم اللي يفت في جدات يعني قاريدو خلا بلاستو كبيرة في الراجع قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر